السلام عليكم مرحبا يا عيلا رمضانكم مبروك وعدوكم مهلوك لحكاية حكاية رمضان وصيام وقلة قهوة وتفر كيسة نوم فسامحوني راهو خيكم مكفوخ ومعاتش قادة نرطب افكاري مالك تقدروا تساعدوني تو حفتر لما يقول نبي نبني عشرين الف وحدة سكنية لأسر القتلى مش معناها عنده عشرين الف شاب مات باش المشير يعيش ولا عشرين الف أسرة قعدت من غير معيل يعني آلاف الأيتام وآلاف الأرامل لكن الحق قامها بهم حفتر ووز عليهم سنتوب هذا قدركم عنده عموما هذا خير من التعامل مع الفندي صراح رفسي والعياذ بالله ربي يسترى علينا جميعا توى شركانه في الوطن يعرفوا ان عندهم عشرين الف هالك ولا ما يعرفوش عشرين الف هكي مشوف الرجلين ومصارش لفتح مبين لساعة صفر لواحد بعدين حفتر قال بيبني ثلاثة مدن جديدة تكفي لاثناش المليون دقيقة والله الصيام مأثر فيها رسمي شكله كداش عدد سكان ليبيا من بيسكن فيهم المدن هادو ولا زعمة بيجيب عشرة ملايين مصري ومصر تب يتفرغ سينة ضمن صفقة القرن طبعا وحفتر يخدم من أجل مصلحة مصر زي ما اعترف هو شخصيا ومصر والإمارات يخدموا من أجل الصهاينة باش ندخل الإمارات الحق ما نعرفش ندخل الإمارات لكن حفتر من وين بيجيب فلوس باش يدير هالمشاريع كلها هو المرتزقة اللي جايبهم حاصل ومسلاقي باش يخلصهم حسب الصحافة السودانية والبلاد مفيهاش سيولة لكن من أجل مشاريع لخدمة صهاينة ولا تلقى السعودية والإمارات بدخ من غير تفكير بكل بعدين توا مش الأولى يبني بنغازي ودرنة وجنوب طرابلس اللي يدمرهم بالعشرين ألف اللي يصقعوا في الخلة وعنزارة عموما احنا كلنا عارفين حفتر كداب اللي بيبني لواحد لكن يجري بالخفاف وهم مصدقين همسكين هذا كله مش مهم المهم قنونه معاش يطلع يصرح هكي قال اللي منفي قنونه لا لكن حفتر يدير مناورة يزور مصر يعلن علي مشاريع في ليبيا مش مهم المهم قنونه ما يدويش اللي منفي على فكرة بعت عزي في الأمير في ليب بتاع بريطانيا هذا وداير الحولة علي مقابر ترهونة أنا الأمور راهي بدتخش بعضها عندي معاش عرفت الصح وين والغلط وين هاي بسلامتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة